بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية أهلا بكم والنهاردة إن شاء الله حنستعرض مجموعة من الدروس في القراءة وهي آخر مجموعة الدروس عندنا في القراءة كنا سابق قبل كده تعرضنا لمجموعة من الدروس أو شرحناها والنهاردة هنشرح وهي آخر جزء موجود عندنا في المنهج وتبدأ بعد إن شاء الله حلقات المراجعة أنوان الدرس من أسس الحياة الطيبة من أسس الحياة الطيبة لكي يحيى الإنسان حياة سعيدة هانئة لابد أن يلتزم مجموعة من الأسس التي تكفل له أن تكون حياته طيبة زي ما قلت لحضراتكم عنوان الدرس من أسس الحياة الطيبة أول سؤال عندي ما المقصود بالحياة الطيبة إجابة هذا السؤال الحياة الطيبة هي إحساس الإنسان أن له قيمة في الحياة ودورا إيجابيا يقوم به من أجل إسعاد نفسه ومن أجل إسعاد الآخرين من حوله الإنسان بيشعر ويحس أن له دورا وأن له قيمة وقديما قالوا قيمة كل مرئ ما يحسنه فيشعر أن له دورا وأن له قيمة وأن له عملا معينا يقوم به من أجل أن يسعاد نفسه ومن أجل أن يسعاد الآخرين السؤال بعد كده الحياة الطيبة دي حتى عنوان الدرس نفسه من أسس الحياة الطيبة فالسؤال هنا ما الأسس التي تقوم عليها الحياة الطيبة أو كما نص السؤال أمامنا تقوم الحياة الطيبة على أسس أربعة تقوم الحياة الطيبة على أسس أربعة ما هي مع بعضين كده واحد العمل اثنين الطبيعة المتفائلة ثلاثة أن يكون غرض نبيل في حياته الاجتماعية يعني أن يكون لدى الإنسان غرض نبيل في حياته الاجتماعية أن يكون للإنسان غرض مشروع في الحياة الأربع أسس دول هم اللي بيكونوا حياة الإنسان الطيبة حنتعرض ليهم أساس أساس أول حاجة احنا قلنا أن أول أساس من أسس الحياة الطيبة هو العمل عندي سؤال هنا بيقول العمل قدر أو عبارة بتقول العمل قدر لابد منه ناقش ذلك هنجاوب نقول أن العمل قدر لابد منه للغني وللفقير هو مش مرتبط أن أنا غني عندي فلوس يبقى ماشتغلش لا باشتغل وبعمل لكي أثمر وأنمي ما لدي من ثروة العمل قدر للغني وللفقير للمرأة وللرجل وواجب على الإنسان أن يضرب في مناكب الأرض يعني في أرجائها وفي أنحائها وأن يسعى من أجل أن يحصل على رزقه الرزق ده بكتسبه إما من زر يثمره أو تجارة ينميها أو مهنة يحترفها زر تجارة مهنة هذه الأسس أو هذه الطرق اللي ممكن الإنسان بيعمل فيها ويكتسب من خلالها رزقه كل كائن حي لا بد له أن يعمل حرصا على الحياة وحفظا للبقاء وبدون العمل تصبح الحياة عبءا ثقيلا لا يطاق بل إن العمل واجب من ناحية الأخلاق فهناك حكمة تقول من أكل مال الأمة واجب عليه أن يقدم لها أجر ما أكل يعني أنا بآكل وأشرب من خيرات هذه الأمة التي أعيش فيها أو هذا الوطن الذي أعيش فيه إذن واجب علي أن أقدم أجر ما أكلته إذن العمل واجب على كل إنسان سواء كان غني أو فقير رجل أو إمرأة بعد كده سؤال بيقول العمل واجب من الناحية النفسية العمل واجب من الناحية النفسية يبقى أنا قلت العمل قدر لا بد منه لا بد للغني وللفقير وللمرأة وللرجل أن يعمل وإنه العمل بيكون إما في زرع ينميه أو تجارة يحترفوها أو مينة يحترفوها إلى غير ذلك طيب هنا هننتقل إلى ناحية أخرى وأقول إن العمل واجب من الناحية النفسية إزاي؟ الطبيعة فرضت على الإنسان فرض إنه لا بد أن يعمل الإنسان بطبعه كائن اجتماعي وكونوا كائن اجتماعي فلا بد أن يعمل ومن لم يعمل عاقبته الطبيعة الطبيعة نفسها هتعاقب هذا الإنسان الذي يكسل أو الذي يترك العمل هتعاقبه بإيه؟ بعدة أمور أو بعدة عقوبات السآمة والملل والضجر بيحس بالملل بيحس بالضيق بيحس بالضجر أنا لو أنا متعود على إني أو أدي عمل معين في وقت معين وكذا إذا انقطع هذا العمل عدة أيام أو كذا بجد نفسي بتريد أشعر بالضيق وبشعر بي الملل وبشعر بي السآمة وعايز أرجع أمارس عملي تاني لأن العمل قانون من قوانين الطبيعة فأنا عندما أترك العمل بكون خالفت قانون من قوانين الطبيعة وبناء عليه تبدأ الطبيعة في تطبيق عقوباتها علي اللي إحنا ذكرناه وكلما كان العمل لنفع الناس كان الجزاء أوفى يعني كان الجزاء أفضل وأحسن إذا كان العمل متجه إلى أننا أنفع النار بحيث يتماشى هو وأغراضها مع بقاء المجتمع ورقي وعبرة ذلك في التاريخ نفسه يعني عايز يقولي أن التاريخ بيحفظ أسماء الناس الذين يقدمون أو يعملون من أجل الآخرين ومن أجل إسعادهم ومن أجل نفعهم وبيضرب لي مثلا بيقولي أن التاريخ لم يحفظ لنا أسماء الأغنياء والوزراء والمطرفين بقدر ما حفظ لنا أسماء كبار العاملين الخيرين يبقى قيمة العمل وأهمية العمل بتنبع من أنه يكون متجه لنفع المجتمع ولنفع الآخرين فإذا كان كذلك حفظ التاريخ ذلك الفعل وقدر أولئك العاملين السؤال اللي بعد كده بيقول تعاقب الطبيعة علل تعاقب الطبيعة المتكاسلين عن العمل أنا ذكرت قبل كده وقلت حضراتكم قلت إن الإنسان إذا لم يعمل الطبيعة ضمن قوانينها التي تعمل بها وتسير عليها هذه القوانين إن لا بد أن يكون للإنسان عمل ولا بد أن يكون للإنسان مهنة يحترفها ويمتهنها ويكتسب رزقه منها فإذا كان الأمر كذلك إذا أنا التزمت بقوانين الطبيعة خلاص ما فيش مشكلة طيب إذا خالفت قوانين الطبيعة إذا خالفت قوانين الطبيعة بتبتلي تعاقبني وأنا قلت قبل كده بتعاقب الإنسان بالسأم والملل والضجة طيب إيه تاني إذا تكاسلت ولم تعمل فلا أحد يعاقبك كما تعاقبك الطبيعة الطبيعة منحتك القدرة على العمل فإذا لم تجدك منفزا تحولت من العمل في الخارج إلى العمل في الداخل يعني العمل ممكن فيما يحيط بالإنسان ومن الممكن أن يكون فيه داخل الإنسان لابد أنها تشتغل فإذا بدأ الإنسان وعمل فيه ما هو خارج وفيما حوله خلص ما فيش مشكلة طيب إذا ترك العمل فيما حوله بدأت الطبيعة تعمل فيه داخلي بتعمل إيه بتبدأ فيه تهدم الأعصاب يشعر الإنسان بخلل فيه فيه نظام حياته الحياة بلا عمل ميتة إذن أنت لست مخيرا في أن تعمل أنت ما عندكش الاختيار في أنك تعمل فالطبيعة لم تمنحك هذا الاختيار يجب عليك أن تعمل وإذا لم تعمل خلاصة السؤالين اللي احنا تكلمنا فيهم أنك يجب عليك أن تعمل وإذا لم تعمل عاقبتك الطبيعة بالعقوبات سواء كانت عقوبات نفسية زي ما قلنا السأم والملل والضجر أو عقوبات داخلية بتحطم النفس من الداخل كل اختيار لك إنما هو نوع في العمل الذي يصلح لك وتصلح له يعني أنت مجبر أنك لازم تعمل نفروض عليك أنك لازم تعمل طيب هل لك اختيار في ذلك؟ لا ملكش اختيار الاختيار الوحيد الذي لك في هذا الأمر هو أنك ممكن تختار نوع العمل الذي يصلح لك وتصلح له العمل ده مناسب لي وأقدر أديه وأقدر أعمله فبختاره هو ده الاختيار المتاع عندنا في هذه المسألة السؤال اللي بعد كده ما الأضرار التي يحدثها الطبع الساخط في حياة الإنسان اللي هي الحالة التانية إن الإنسان ممكن يبقى إنسان طبعه ساخط وممكن يبقى إنسان طبعه فيه رضاه طيب إذا كان الإنسان طبعه ساخط الصخط هذا بيحدث إيه في حياة الإنسان؟ الإنسان ذو الطبع الطبع الساخط هو إنسان يعني بيكسب نفسه أو بيأخذ أو بيدخل نفسه في سبب من أسباب الشقاء يبقى من ضمن أسباب الشقاء الطبع الساخط مش راضي عن حاجة مش عجبه حاجة شايف إن دنيا كلها وقفة ضده الطبع هو الذي يخلق من كل سرور وبكاء يعني الحاجة تبقى كويسة سعادة تبص تلاقي دايما ينظر إلى الجانب السيء فيها اللي إحنا دايما بنقول عليه إيه؟ اللي هو بينظر إلى نصف الكوب الفارغ الإنسان المتفائل بطبعه لما بتحطه قدامه كباية مية أو كوب من الماء منتلئ إلى نصفه وتقوله ماذا تشاهد؟ يقول أشاهد كوبا نصفه مملوء بالماء طيب الإنسان ذو الطبع الساخط عندما تضع أمامه كوب نصفه مملوء بالماء وتسأله نفس السؤال ماذا ترى أمامك؟ هيقول لي أرى أمامي كوبا نصفه فارغ يبقى الإنسان ذو الطبع الساخط هو إنسان لديه القدرة على أن يحول كل سرور إلى بكاء وأنه يخلق من كل لذة ألم طلع من كل لذة ألم ومن كل مصر حزن الطبع الذي إذا أتيت له بعشرين تفاعة كلها جيدة ما عدا واحدة لا تقع عينه إلا على الفاسدة وإذا كان في بيته كل ما يسر لم يلتفت إليه وخلق الغضب من طبق كسر أو كرسي يغير موضعه ولا يعجبه من الروايات إلا الروايات المبكية ومن النغمات إلا النغمات الحزينة حتى أصبحت حياته نفسها رواية مبكية أو نغمة حزينة أعتقد أن الكلام واضح ومفهوم ودي نمزج من الناس بنجدها موجودة حوالينا بيدخل بيته أو بيدخل بيت جميل أو بيشاهد حاجة جميلة فيها من كل نواحي الجمال ولكن عينه لا تقع إلا على الشيء السيء يتغافل عن كل الأشياء الجميلة اللي ممكن تكون موجودة قدامه ويقول زي اللي بيأكل طعام مثلا الطعام جميل جدا ويجع على حاجة معينة أصلي ناقص كذا أو ناقص كذا ولا يذكر الأشياء الجميلة فيه الطبع الصاخط هو طبع لا يلمح فيه الحياة إلا السيء يتغافل عن حسنات الحياة الكثيرة ويلمح سيئاتها القليلة ده طبعا بيخلي صاحبه يعيش دائما فيه شقاءه زي ما ختمنا العبارة السابقة ويقول نعيم إنه هو بيحول حياته إلى رواية مبكية محزنة كل اللي فيه حزين طيب إذا كنا تكلمنا عن الطبع الصاخط يبقى طبيعي إن احنا نتكلم عن الإنسان الراضي الذي يمتاز بالقناعة ويمتاز بالرضى السؤال عندي هنا بيقول ما الأثر الذي يحدثه طبع الرضى في حياة الإنسان ما الأثر الذي يحدثه طبع الرضى في حياة الإنسان الإجابة طبع الرضى بيجعل صاحبه إنسانا متسامع في الصغائر بيخلق السعادة حوله بيخلق وجهه بشوش دائما مستبشر يتوقع الخير دائما أكثر مما يتوقع الشر ثاني الإنسان ذو الطبع الرضي هو إنسان يبصر ويرى من الحياة جمالها ويتسامح مع الصغائر التي من الممكن أن تصادفه في حياته إنسان عنده قدرة أنه يخلق البهجة ويخلق السعادة بشوش ضاحك الوجه مستبشر يتوقع الخير دائما يضحك في الهزيمة وحتى عند الخسارة يرى أن الحياة مسرح وميدان زي ميدان لعب الكرة فاللاعب أو اللي بيلعب مباراة هو عنده احتمالهم قد يكسب وقد يخسر فهو يبتسم عند الهزيمة وإذا خسر ينتظر النصر في المرحلة اللاحقة يبقى تاني الإنسان الرضي ذو الطبع الرضي إنسان يرى في الحياة من حوله يرى الحياة من حوله جميلة من حوله جميلة يخلق السعادة مستبشر يتوقع الرضا ويتوقع النصر حتى إذا تعرض للهزيمة الحياة طبعا ما بتمشيش على نسق واحد فأنا ممكن أنتصر وممكن أنه هزم حتى إذا تعرض ليه الهزيمة فإنه يبتسم ويعلم أن بعد هذه الهزيمة لابد أنه سوف يأتي فوز الأساس التالت اللي احنا أشرنا إليه من أسس الحياة الطيبة هو ضرورة وجود هدف نبيل في حياة الإنسان ضرورة وجود هدف نبيل في حياة الإنسان وجود هدف نبيل في حياة الإنسان يجعل لها قيمة واضح ذلك مستدلا على ما تقول يبقى ده الأساس التالت ضرورة وجود هدف نبيل يسعى الإنسان إلى تعقيقه في حياته الإجابة بتقول لابد أن يكون الإنسان غرض نبيل في حياته ليشعر أن هناك بائسين في ناحية من نوعيها فالدنيا مملوئة بآلام الناس من مرض وفقر فإذا استطاع أن يشعر قلبه بالرحمة فيعمل في جماعة تخفف الفقر أو يواسي المرضى أو يسعف المنكوبين أو نحو ذلك مما يشعر بأن حياته غنية بعمل الخيم فاغتبط وسعد لمشاركة الآخرين في عملهم ومحاولتهم إنقاذ البائسين من بؤسهم وهذا عمل في متناول الرجال والنساء على السواء فكل من يستطيع أن يشترك في خدمة المجتمع أو في خدمة اجتماعية يقدم يبقى هو عايز أقول في هذه الفقرة إن الهدف النبيل هو أن تنظر إلى من حولك من الناس هناك مرضى وهناك فقراء وهناك متألمون وأنت تستطيع وتسأل نفسك هذا السؤال كيف يمكنني أن أخفف عن هؤلاء الناس ما بهم من ألم أخفف الفقر أساعد الفقراء أواسي المرضى أساعد المنكوبين أسعفهم هذه الأشياء بتجعل حياة الإنسان غنية ثرية مملوئة بما يسعد لقدرتها على مشاركة الخيرين في عملهم العمل ده متاح للرجال ومتاح للنساء العمل ده بيورث النفس غبطة وسعادة وسرود يبقى ده الهدف التالت أو ده الأساس التالت من أسس الحياة الطيبة وجود هدف نبيل في حياة الإنسان السؤال تاني بيقول أيهما أقدر على مواجهتي أعباء الحياة من يساعد الناس أم من يعيشوا لنفسه فقط ولماذا؟ أنا دلوقتي عندي نموزجين نموزج بيساعد الناس وبيعمل على تخفيف آلمهم ونموزج تاني لا يرى إلا نفسه ولا يتحرك إلا لنفسه ولا يعيش إلا لنفسه أي النموزجين قادر على مواجهة أعباء الحياة ولماذا؟ نشوف الإجابة مع بعضين بتقول لا شيء يبعث الضجر والملل كعيشة الإنسان لنفسه فقط الإنسان لما بيعيش لنفسه بس بيحس بالملل وبيحس بالضجر وذو الأثرة الأثرة يعني حب النفس وعكسها الإيثار اللي هي حب الآخرين أو تمني الخير للآخرين كثير السأم لأنه لا يشعر إلا بنفسه الحياة كلها عنده نفسه تبدأ من نفسه وتنتهي عند نفسه وتدور حول نفسه أما الذين يشعون بغيرهم يضيفون إلى نفوسهم نفوسا إلى نفوسهم وآفاقا إلى آفاقهم حياتهم وسعة لأنهم بيختلطوا بالآخرين وبيعيشوا تجاربهم وبيحسوا بآلمهم وبيسعدوا لسعادتهم إذن حياتهم حياء غنية إذن لديهم من الخبرات اللازمة التي تجعلهم يستطيعون مواجهة أعباء الحياة يبقى إجابة السؤال الإنسان الذي يعيش لغيره أو يساعد غيرهم هو الإنسان الأقدر على مواجهة أعباء الحياة سؤال بعد كده ما سبب البؤس الذي يحل بكثير من الناس سبب البؤس إيه كثير من الناس يعيشون في الحياة ولا يدركون لما يعيشون إيه وظيفتهم من الحياة ما غرضهم منها فيكون أحدهم كالسائر في الشارع بلا غرض يتسكع هنا آنا وهناك آنا آخر الإنسان الذي لا يعرف وظيفته في الحياة وليس لديه هدف محدد يعمل من أجل تحقيقي بالضبط زي اللي نازل ماشي في الشارع وما عندوش هدف معينة ما عندوش جهة معينة هو محدد هيروح له لا يوقف هنا شوية بيتحرك هنا شوية بيمشي شوية إذن بعد قليل من الوقت بيشعر بالتعب بيشعر بالإرهاق وبيشعر بالبؤس الإنسان البائس في الحياة هو الذي لا يدرك لما يعيش ما عندوش هدف بيعيش من أجله لا يوجد زي ما قلنا في الأساس التالي من قصص الحياة الطيبة إنه لابد إنه يكون لدى الإنسان غرض نبيل يحيا من أجله ويعيشه من أجله سؤال بيقول عندما يشعر الإنسان بضيق الصدر والملل فلذلك أسباب لخصها لخصها الكاتب في الآتي إيه هي الأسباب إنسان بيشعر بضيق الصدر وبيشعر بالملل إيه الأسباب الكاتب حددها فيه واحد أنا دلوقتي عندي إنسان بيشعر بالملل وبشعر بضيق الصدر من ضمن الأسباب دي إن الإنسان ده فارغ لا عمل له ما عندوش عمل ما عندوش شغلانة بيشتغالها إما بيعتمد على مال موروث أو مال يأتي له من عمل غيره هو عنده فلوس ورسة وبيصرف منها أو غيره يعمل وينفق إيه عليه وهو يكتفي بذلك ويركن إلى البطالة فارغ ما فيش عمل دي أول سبب من أسباب الضيق ما فيش عجب تشغله اتنين إنسان تعود أن يرى الحياة بمنظار أسود دائما فاستسلم لهذا ولم يقاومه هو الإنسان اللي احنا أشرنا إليه منذ قليل إنسان ذو الطبع الساقط وذو الطبع البائس هذا الذي إذا أعطيته عشرين تفاح زي ما المثال قال عشرين تفاح جميعها سليم وفيها تفاحة فاسدة لا يرى إلا التفاحة الفاسدة دا يعيش عياته كلها في ضيق وفي ملل وفي ألم لأن دا طبعه كده من ضمن الأسباب إن الإنسان بيعيش لنفسه فقط وقلنا إن من ضمن الأسباب اللي بتجعل الحياة طيبة إن الإنسان بيكون عنده هدف وبيشترك في عمل اجتماعي يجعله يختلط بالآخرين ويساعدهم ويواسيهم ويقدم لهم المعونة والمساعدة وده بيجعله يشعر بالرحمة ويشعر بالشفقة وهي من النعم الكبرى التي من الله بها على الإنسان أو يعيش بلا غرض ولا يتحمس لعمل ولا ينظر إلى غاية وده النوع الأخير اللي احنا تكلمنا عنه اللي شبهناه بمن يسير في الشارع بدون هدف وبدون تحديد غرض فهو يقف هنا قليلا ويتحرك هنا قليلا وأشعر دائما بالإيه بالملل دي أسباب حددها الكاتب لكي يوضح أنها السبب الرئيس للملل بالنسبة للإنسان سبب الرئيسي اللي بيخلي الإنسان يصاب بالملل الدرس رقم اثنين عنوانه السياحة هنتكلم فيه عن السياحة السياحة أول سؤال عندي طبعا لازم أحط أو أقدم تعريف للسياحة لابد أن أقدم تعريفا للسياحة عنوان السؤال ما المقصود بالسياحة السياحة هي عبارة عن انتقال الفردي وسفره من أجل الحصول على الراحة أو الاستجمام أو العلاج وغيرها يبقى أنا بنتقل من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد لأسباب متعددة ممكن للاستجمام ممكن للحصول على الراحة ممكن للعلاج ممكن للتعلم وغير ذلك من الأسباب اللي بتضطر الإنسان أنه ينتقل من بلد إلى بلد يبقى السياحة انتقال الإنسان أو انتقال الفرد من بلد إلى آخر من أجل الحصول على الراحة أو الاستجمام أو العلاج أو غير ذلك طيب هننتقل بعد كده ونكلم ونقول قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية يلعب دورا مهما في اقتصاد البلاد ناقش ذلك يلعب قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية دورا مهما في اقتصاد البلاد ناقش ذلك السياحة مصدر من أهم مصادر الدخل القومي السياحة مصدر من أهم مصادر الدخل القومي لأنه بيدخل عوائد سنوية للاقتصاد القومي لمصر ومصدر من مصادر العملات الأجنبية يبقى السياحة أو قطاع السياحة مصدر من أهم المصادر التي تساعد على نمو الدخل القومي طيب ليه السياحة مهمة في مصر وليه السياح يقصدون مصر 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 بتمتلك مقومات تاريخية ومقومات ثقافية ومقومات طبيعية تجعلها من أول أو من أوائل الدول التي يرغب السائحون في المجيء إليه مقومات ثقافية مقومات تاريخية مقومات طبيعية هذه المقومات جميعا موجودة في مصر وهذه المقومات بتجعل مصر مقصد لكثير من السياحة هنتكلم عندي سؤال بيقول ما أشهر أنواع السياحة في مصر ما أشهر أنواع السياحة في مصر هنقسم السياحة في مصر إلى نوعين واحد سياحة طرفيهية اتنين سياحة ثقافية يبقى السؤال بيقول ما أشهر أنواع السياحة في مصر واحد السياحة الطرفيهية اتنين السياحة الثقافية هنبدأ نتكلم بشيء من التفصيل عن المقصود أو ما المقصود بالسياحة الطرفيهية وما المقصود بالسياحة الثقافية سؤال بعد كده بيقول علل يقصد السياح مصر من أجل السياحة الطرفيهية يقصد السياح مصر من أجل السياحة الطرفيهية السبب في ذلك أن مصر بتمتلك شواطئ طويلة بتصل طولها إلى حوالي 3000 كم على ساحل البحرين الأحمر والبحر المتوسط وهذه السواحل عليها قرى سياحية ومناطق طرفيهية كتير زي طابر الغرداء شرم الشيخ مرسى علم لأن السخنة وغير ذلك ويبقى ده بسبب من الأسباب اللي بتخلي السياح يقصدون مصر من أجل السياحة الطرفيهية السؤال اللي بعد كده برضو على نسق السؤال السابق احنا زي ما قلنا أسمنا السياحة إلى سياحة طرفيهية وإلى سياحة ثقافية طيب يقصد السياح علل يقصد السياح مصر من أجل السياحة الثقافية الإجابة مصر دولة ضاربة في عمق التاريخ وعاشت على أرضها حضارات متعددة وكل حضارة من هذه الحضارات خلفت وراءها آثارا عظيمة تدل على مدى التقدم الذي كانت فيه هذه الحضارة عندي الحضارة الفرعونية عندي الحضارة الرومانية الرومان كانوا موجودين عندي الحضارة اليونانية الحضارة الإسلامية إلى غير ذلك من أنواع الحضارات التي عاشت على أرض مصر وأنشأت آثارا عظيمة خلفتها وراءها يأتي السياح إلى مصر لكي يشاهدوها ويستمتعوا بها سؤال بعد كده بيقول أذكر عددا من الأنواع الأخرى للسياحة في مصر أذكر عددا من الأنواع الأخرى للسياحة في مصر يعني أنا قلت السياحة الثقافية أو إحنا ركزنا أو على السياحة الثقافية وعلى السياحة الترفيهية لأنهم أظهر نوعين من أنواع السياحة اللي موجودة في مصر حل معنى كده ان دول بس هم انواع السياحة اللي موجودة فانصلا توجد انواعه سياحة البيئية سياحة العلاجية ان بعض الناس بيأتي الى مصر من اجل العلاج في مستشفياتها السياحة الرياضية انك مثلا بتقيم بطولات زي مثلا احنا اقمنا هنا بطولة الامم الافريقية او بطولة العالم لكرة اليد او البطولات المختلفة في الرياضات المختلفة فالفرق الرياضية بتأتي ويأتي معها جمهورها من اجل التشجيع يبدا نوع من انواع السياحة سياحة المهرجانات انت بتقيم مهرجانات ثقافية ومهرجانات سينمائية الى غير ذلك وده بيأتي ناس من كافة انحاء العالم لكي يشاهدوا هذه المهرجانات سياحة المؤتمرات مصر دولة عظيمة ودولة كبيرة وعلى ارضها تقام كثير من المؤتمرات المهمة السياحة الدينية لزيارة المزارات الدينية اللي موجودة في مصر انا عندي انواع مختلفة احنا ذكرنا نوعين كبار الاول انه اللي هم السياحة السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية وبعدين اضفنا ليهم السياحة البيئية والسياحة الالاجية السياحة الرياضية سياحة المهرجانات سياحة المؤتمرات السياحة الدينية ودي انواع السياحة الموجودة في مصر ومصر قطاع السياحة فيها زي ما احنا شايفين كده قطاع متنوع مش قيم على نوع واحد من انواع السياحة بل احنا عددنا هنا على الاقل ثمانية انواع او سبعة انواع ثمان انواع عددناها ووضحنا هل في انواع تانية اه طبعا في انواع تانية ولكن ايه يعني ذكرنا اهم هذه الانواع من السياحة هننتقل بعد كده سؤال بيقول علل السياحة صناعة لا تنضب ولا تندثر صناعة ما بتخلص وبتنتيش ايه السبب السبب لان السياحة صناعة مرتبطة بالرغبة الانسانية في المعرفة وتخطي الحدود السياحة صناعة مرتبطة بالرغبة الانسانية الانسان دايما عنده رغبة في الانتقال من مكان ده طبع موجود فيه طبع فيه داخله اه وما دام هذا طبعا فيه الانسان يبقى طول ما فيه انسان يعيش على هذه الارض فلديه الرغبة في ان ينتقل من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان بغرض السياحة يبقى اذا سياحة ما بتنقل اه مصدر ما بينتهيش لانه مرتبط بالوجود الانساني الانسان موجود يبقى اه اه السياحة موجودة حننتقل بعد كده للسؤال التاني بيقول ما مقومات الصناعة اه صناعة السياحة في مصر ما مقومات صناعة السياحة في مصر مقومات صناعة السياحة في مصر مقومات طبيعية ومقومات بشرية مقومات الطبيعة منحتها لمصر زي ما احنا قلنا من شوية اننا عندي بحار وعندي انهار وعندي شمس ساطعة ومقومات بشرية اللي هي مرتبطة بالبشر الذين يقومون بالعمل في هذا المجال اللي هو مجال صناعة السياحة السؤال هنا ما المقصود بالمقومات الطبيعية المقومات الطبيعية حكتين الموقع الجغرافي المهم للبلاد وطول عمرنا واحنا عارفين وبنقرأ وشاب ان مصر موقعها متوسط بين دول العالم وهذا الموقع المهم جعل مصر حلقة وصل بين قرات العالم قديما وحديثا بحاجة يبقى الموقع الجغرافي المتوسط والمهم اللي جعل مصر في وسط العالم وهو حلقة وصل بين جميع القرات اتنين المناخ المعتدل في مصر على مدار العام يعني انا عندي المناخ في الصيف الحر ليس شديدا وفي الشتاء البرودة ليس الشديدة فهذا الاعتدال المناخي اكسب مصر ميزة سياحية جعلت السياح يأتون اليها على مدار العام كذلك عندي تنوع تداريسي وتنوع طبيعي يعني عندي الجبال وعندي هضاب وعندي سهول وعندي نهر النيل يعني كوكتيل كده هو في مجموعة من التداريس المتنوعة اللي بتجعل السائح ايضا يتشوق منه من اجل زيارة ورؤية هذه الامور الموجودة في مصر السؤال اللي بعد كده ما المقصود بالمقومات البشرية ما المقصود بالمقومات البشرية المقومات البشرية هي القوة البشرية التي تعمل في السياحة القوة البشرية التي تعمل في السياحة لتعدد انواعها وكثرة اماكنها السياحة لان انا انا ذكرت 8 انواع للسياحة وذكرت أماكن متعددة تصلح للسياحة في مصر هذا التعدد في الأنواع وهذا التعدد في الأماكن أو هذه الكثرة في الأماكن بتجعل السياحة مجال عمل لديه القدرة على أنه يستوعب عدد كبير من الشباب يبقى المقاومات البشرية هي القوى البشرية التي تعمل في السياحة السؤال بعد كده ما الذي يجب على المصريين نحو السائحين ما الذي يجب على المصريين نحو السائحين إجابة السؤال أعتقد أنها واضحة يجب على المصريين أن يحسنوا معاملة السائحين وحسن معاملة السائح بتكون في حسن الضيافة وفي الأخلاق الكريمة بعد كده عندي سؤال بيقول كان لظهور شبكة الإنترنت أثر كبير في نهضة السياحة في مصر وضح ذلك بعدما ظهرت شبكة الإنترنت احنا قدرنا نستغل لها في تدعيم السياحة في مصر إزاي الكلام دي؟ هنشوف مع بعضينا واحد العمل على رفع مركز مصر التنافسي في الأسواق العالمية وخاصة الجديدة منها بقدر عن طريق الإنترنت وعن طريق البرامج والأفلام الترويجية اللي احنا بنشرها على الإنترنت أننا بفتح أسواق جديدة إظهار المنتج السياحي والتعريف به بشكل فعال وأكثر تلاتة العمل على تحسين صورة السياحة المصرية دولية وذلك من خلال رفع الجودة وخاصة في الخدمات التي تقدم للسائح مع الحرص على أن تكون أسعار الخدمات والرحلات مناسبة ده كله أنا بقدر أعرضه من خلال برامج ترويجية للأماكن السياحية والبرامج السياحية والرحلات السياحية بعرضها على الإنترنت أربعة العمل كذلك على وضع خطط تطويرية ومتنوعة للمنتجات السياحية بشكل مستمر الخطط بتاعتي دايما براعي فيها أنها تلبي جميع الاحتياجات وجميع متطلبات السوق الخارجي أنا دايما بحاول ألبي جميع هذه الاحتياجات بحيث أننا يتنوع السائح القادم إلي خمسة إطلاق حملات دعائية في كافة الوسائل الإعلامية هدفها تعريف السائحين في كافة بلدان العالم بالأماكن السياحية الموجودة في مصر وبيئة الخدمات السياحية الموجودة في مصر بعد كده ويمكن السؤال ده يهمنا شوية كطلاب مدارس فنية طبعا أنا عندي مدارس فنية فندقية ما أهمية إنشاء المدارس الفنية الفندقية وما دورها وما دور خريج المدرسة الفنية الفندقية في تنمية السياحة وفي خدمة المجال السياحي الإجابة خريج المدارس الفندقية هم الأيدي العاملة في قطاع السياح أو هم أساس الأيدي العاملة في قطاع السياح وبينقسموا إلى قسمين أو إلى فرعين قسم إداري وقسم فني والقسم الفني اللي هي المهارات اليدوية والمهارات الإشرافية وطبعا بنحاول دايما نحن نعمل برامج سريعة للخريجين بتربطهم بأصحاب المنتجعات السياحية من أجل تأهلهم قبل الالتحاق بالعمل دايما بحاول أربط خريج المدرسة الثانوية الفندقية بأصحاب المنتجعات السياحية والقرى السياحية ودايما بعمل برامج سريعة علشان أأهل هذا الخريج لكي يلتحق بالعمل في هذه المنتجعات السياحية السؤال اللي بعد كده عندي طبعا هيئة التنمية السياحية في مصر ودي هيئة بيقدرها العمل على تنمية السياحة في مصر بيتضع الخطط التي من شأنها أن تنمي مجال أو قطاع السياحة في مصر السؤال ما الخطة التي وضعتها هيئة التنمية السياحية في مصر الخطة هي عطت خطة سياحية هدفها تنشيط السياحة في مصر تنشيط السياحة في مصر الهدف الرئيس بتاعي ان انا عايز انشط قطاع السياحة الموجود في مصر الخطة دي بترتكز على اسس ايه هي واحد زيادة الغرف السياحية زيادة الغرف السياحية اتنين الارتقاء بالفنادق اللي هيجي السائح لكي يقيم فيها وده بيؤدي ايضا الى زيادة فرص العمل انا كل ما بانشئ فنادق جديدة وبتزيد عدد الغرف السياحية اللي موجودة عندي يبقى انا بفتح مجال جديد للعمل سوق عمل جديد ايدي عاملة جديدة هتنضم الى سوق العمل يبقى من ضمن اهدف الخطة خطة هيئة تنمية السياحة في مصر انها بتنشط السياحة تنشط السياحة هيكون عن طريق زيادة عدد الغرف السياحية والارتقاء بالفنادق ده هيستتبعه ان انا بفتح او بفتح المجال لزيادة فرص العمل امام الشباب اخر سؤال عندي او السؤال الاخير عندي هو في هذا الدرس ما اهمية اتقان اللغة العربية للعاملين بالسياحة سؤال ممكن يبقى غريب شو هي يعني اتقان اللغة العربية العاملين سيقول اه اتقان اللغة العربية لانك انت بتتعامل مع كثير من السياح الذين يتكلمون باللغة العربية اهمية اتقان اللغة العربية بالنسبة للعاملين في السياحة لانها وسيلة تواصل مع كثير من السياح وذلك دليل على هويتك كمان ان انا بحافظ على هويته ومتمسك باصلتي وحريص على نهضة بلدي بعد كده بننتقل الى درس التالت وعنوانه الصداقة والاصدقاء درس الصداقة والاصدقاء هو الدرس الاخير من دروس المنهج او منهج القراءة هذا العام السؤال الاول عندي لماذا تعد الصداقة ضرورة في حياة الانسان الاجابة على هذا السؤال الانسان لا يستطيع ان يعيش في الحياة بمفرده احنا سبب واشرنا قبل كده في الدرس الاول اللي كلمنا فيه عن منقص الحياة الطيبة وقلنا الانسان ما بدرش يعيش لوحده الانسان كائن اجتماعي فاذا كان الانسان لا يستطيع ان يعيش بمفرده في الحياة فهو لا يستطيع اعتزال الناس وذلك ضرب من الخيال يعني ده نوع من الخيال انك تقدر تقول ان فيه انسان يقدر يعيش لوحده واكتفع بنفسه وينكفع على ذاته لا ما ينفعش اذا انت تختلف بالاخرين ومحتاج للاخرين طبيعتك كده فمهما تحاول ان تنطوي على نفسك او تتجنب مقالوطة الاخرين فان هناك اواصر ظاهرة ومخبوعة يعني روابط ظاهرة ومستترة تجمعك وياهم بتربطك بالاخرين في لقاء او غير لقاء يبقى الانسان الصداقة مهمة لان الانسان ما يقدرش يعيش لوحده الانسان كائن اجتماعي بطبعه طيب ما المقصود بالصداقة وما الواجب على الصديق ما المقصود بالصداقة وما الواجب على الصديق اجابة السؤال الصداقة سلوك الصداقة سلوك في نفس الانسان بتعبر من خلاله النفس الانسانية عن حاجتها الى نظير نظير يعني شبيه نفس الانسانية محتاجة الى شبيه لها حاجة النفس الانسانية الى نظير و او نقدر نقول ان الصداقة هي مشاركة بين اثنين او اكثر على درجة رفيعة من النبل وتفاهم والايثار الصداقة مشاركة بين اثنين او بين اكتر ولازم من صلوطها ان يبقى فيها نوع من النبل والتفاهم لازم لأ الصديقين او الاصدقاء يبقى متفاهمين والايثار اتفاقنا اقلنا ان الايثار هو ايه تفضيل الاخرين انت عندك استعداد انك تفضل صديقك على نفسك الصداقة ليست اتفاقا تجاريا بنقعد نكتب عقب ان احنا اصدقاء بشرط ان انا هقدم ليك كذا وانت هتقدم لي كذا لا مش اتفاق ولكنه ميثاق بين قلبين لا تكتبه يد اتفاق مش مكتوب نفوس بتتآلف وتتقارب انت بتشعر ان الشخص او الصديق ده شبهك وقريب منك ولذلك ورد الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف الارواح زي الجنود المتعارف تجد نفسك بتميل الى انسان او بتختلف مع انسان تعارف ارواحك وتلاقي اهواء ومشارب وايلاف النفس للنفس يعني ترابط بين النفوس يبقى الصداقة حاجة كميلة جدا فاذا شئت ان تكون صديقا وتنعم بالاصدقاء فادرك حدود الصداقة لازم تبقى عارف يعني احدود الصداقة او هنذكرها وهيئ نفسك لحمل تبعاتها النبيلة لازم تبقى عارف ان الحياة اخذ وعطاء الحياة ليست اخذا فقط انت عندما تصادق صديقك لا بد ان تعلم ان صديقك هذا سوف يساعدك في وقت من الاوقات ويقف بجوارك في وقت من الاوقات للخير نفسه مملوء بالخير واذا لم يكن ذلك فصعب انه يكون لي صديق السؤال بعد كده عبارة بتقول الصديق رجل كبير القلب الصديق رجل كبير القلب ناقش هذه العبارة نشوف مع بعضنا الصديق رجل كبير القلب لا تعرف نفسه الحقد ولا تطاوعه مشاعره ان يتجاهل ارزاء الناس يعني مصائب الناس نفس كبيرة زي ما اشرنا في درس من اس الحياة الطيبة ان الانسان رضي الطبع هو انسان متسامح يتعالى على الصغائر برضو الانسان او الصديق رجل له قلب كبير لا يحقد ولا تطاوعه مشاعره ان يتجاهل مصائب الناس ما يقدرش يشوف حد محتاج لي ومحتاج الى مساعدته ولا يقوم بمساعدته ولا يضن عليهم ما بيبخلش عليهم كافة بكل ما يملك من رحمة وحنان ونجده نجده يعني مساعدة واساس علاقته مع الاخرين اساس نبيل والقصد قصد شريف ولا تتلون علاقته بالاخرين بالاطماع او المقارب يعني الاغراض الرخيصة يعني مش انت دلوقتي انا صديق ليك ما دمت تساعدني وتقب بجواري فاذا الدنيا ادبرت عنك او ابتعدت عنك ابتعد معاه لا انا موجود مع صديقي على كل حال في العسر وفي اليسر في الفرع وفي العزن في الفرع وفي العزن ولذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه المرء على دين قليله فلينظر احدكم من يقال حديث عظيم جدا بنفهم منه ان الانسان بيتأثر باخلاق صديقه باشكال متعددة منها اشكال مباشرة ومنها اشكال غير مباشرة وفي الحديث حث على حسن اختيار الصديق لان انت هتتأثر به في اخلاقياتك بطريق مباشر وبطريق غير مباشر وبكده بنكون عرضنا لاهم الافكار الموجودة في دروس اليوم وبكده كمان بنكون انتهينا من دروس منعج القراءة في هذا العام على موعد بلقاء جديد ان شاء الله في حلقات للمراجعة مع خالص الامنيات لكم ابناء الطلاب بالنجاح والتوفيق اشتركوا في القناة